اشتركوا في القناة في جمعية جنة وجمعية استقاة توحد جمعية رؤية ايضا عندنا الفريق همام الطوعي وفريق بواسط الطوعي اليوم الحمد لله نلتقي في هذا المساء وفي رحاب المركز الخالدية مشكورين لتكافل هذا الاجتماعي والدمج الاجتماعي ما بين الاشخاص الذو لعاقة والمجتمع لابراس دور الاشخاص الذو لعاقة وقدراتهم ومهاراتهم وايضا لنكون تحت سكف واحد في خدمتهم وخدمة هذه الفئة المباركة الله يطيكم العافية وانتوا شركاء نجاح دائما وشاكرين وقدرين حضوركم أخوكم عبدالعزيز المقنس رئيس مجلس إدارة مركز مهارات للعمل التطوعي طبعا نشرفونا من عوائل الاشخاص ذو لعاقة سواء الداون التوحد والعاقة الحركية أحبوا أن يتواجدوا أيضا في الساحات المركز حتى يتعرفوا على مرافق مركز الخالدية وأيضا إن شاء الله سيكون مشاركيننا في مادة الصحور بمشيئة الله سعيدين بتواجدهم سعيدين بتواجد مثل هذه التأكافل وهذا التحالب ما بين الكينات الغير ربحية حتى يقدموا خدمة للأشخاص ذوي لعاقة سواء على سواء لعاقة التوحدة والداون أو لعاقة السمعية أو البصرية سعيدين بتواجدكم سعيدين بتواجدهم أيضا في هذه المايدة المباركة وإن شاء الله أنها تكون قادمة الأيام على سنوات مديدة بمشيئة الله تعالى الله يطيكم العافية السادة رائد ويعطي عافية السادة يعني المشاركين في هذه المبادرة سواء جمعية الجنة جمعية الصدقات التوحد أيضا جمعية المكفوفين رؤية وفريق همام الطوعي وفريق فواسل التطوعي شاكرين المقدين انتواجدكم جميعا أخوكم عبدالعزيز المقنص رئيس مجلس إدارة مركز مهارات للعمل التطوعي الله يطيكم العافية إن شاء الله اللهم أمين وإن شاء الله القادم أجمل بمشيئة الله في مبادرات قادمة نحن كمركز هو مركز خيري غير ربحي يهدف إلى بناء وتصميم مبادرات تطوعية نوعية تخدم المجتمع المديني تكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030 وهداف التنمية المستدامة وأيضا تغطي الاحتياج المجتمعي في المدينة من وراء من خلال التعاون والتكامل مع جميع القطاعات الحكومي والخاص والغير ربحي اليوم مركز مهارات للعمل التطوعي يضم الحمد إلى 57 فريق تطوعي يضم أيضا متطوعين أفراد محترفين نحن ننادي اليوم بتعزيز دور التطوع الاحترافي اللي هو التطوع التخصصي لخدمة المدينة المنورة وضيوف الرحمن والمجتمع المديني بشكل عام اليوم الحمد لله فرصة التطوع نوعية اليوم خدمة الوطن واجب علينا جميعا وطن طموح مواطنهم مسؤول اليوم من خلال التطوع نعزز تعزيز تحمل المواطن المسؤولية من خلال تجيع للعمل التطوعي شاكرين ومقدرين تواجدكم معنا جميعا الله يبارك لكم يا ربي سعيدين والله بتواجدكم جميعا معنا معنا زملاءنا الأستاذة نوف الأستاذة تمارة الجميع حياكم الله وتشرفونا وتنورونا المحل محلكم والمكان مكانكم وتنورونا في أي وقت نحن نبغي يكون إن شاء الله بيننا تعاون قادم كمركز مهرات العمل التطوعي لأي مبادرة تطوعية تخدم الأشخاص الذو لعقة بشكل عام نحن معاكم إن شاء الله قلبا وقالبا فيما يخدمكم ويخدم الفئة الذو لعقة بشكل عام الله يطيكم العافية شرفتونا ونورتونا الله يطيكم العافية إن شاء الله سادة مشاعل سادة مشاعل سادة مشاعل على جمعية الجنة لفتيات ذوات الإعاقة ترجمة نانسي قنقر